مين مننا ما بيعرف الكشري والملوخية بالأرانب أشهر الأطباء الشعبية المصرية رحلتنا اليوم على مصر طي عرفنا الشاف على أطيب أطباقة هاي شعب إزايك أمالك كويسة وأنت عاملة إيه نشكله اليوم المطبخ مصري حتى أنا في مصر كان يقول لي عاملة إيه أول شيء لازم ترد إيه الحمد لله بس أنا لما يسألون عاملة إيه عشان عنا بلغتنا عاملة إيه نعم شو عم تعمل فقال لنا مثلا نغايح على السوق يقول لأ بيقول الحمد لله فقال لك عاملة إيه بتقول الحمد لله اليوم هنعمل طبق مطبخ مصري أعمل طبق هيدا ما أنت نقيت علي كوشري 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 فطبق شعبي كتير مشهور بمصر الي هو نعتبر مثل ما بتليلي كيوسكيت كيوسكيت بتشوارع عربي يعني تقول لي بس كوشري أم عربي أم حتى محلات صغيرة كتير تقول لي بس كوشري ما في شي تاني يعني بس الوجبة اللي عم تنعمل هي كوشري يعني مش مثل ما بتلاقي سناك بقلبه كذا نوع لا هيدا هي كوشري بس مثل ما في عندك كوشكيت بس طعمية يعني سناك متخصص بالوشري بس كوشري وفي محلات بالقاهرة مثلا أما بمصر بالإجمال كتير مشهورين بهالأطباء حنبلش أول شي خلا هي البروستس طبعها شوي طويل بس إذا بتحضريهم كلهم بيكون أسهل فيك تعمليهم يعني الصبح تنمزيهم بالليل لأنه ليش عندك حمص عندك عدس فيها باستا فيها شعارية فيها رز فهودي بيكون كلهم مطبخين قبل أنا دا نطبقها ما بتنصيح هذه متلقول وشبه يعني للعاملين اللي بيشتغله يعني كلها كاربس تعطيكي طاقة فيها بروتيين من الحمص فيها بروتيين من العدس فيها كارب من الباستا من الرئز هذه لشخص بيشتغل بتعب يعني فعلا بده وشي يعطيكها خلال النهار اكيدة إذا الشخص بيكلها يعني لو واحد بيشتغل ورا مكتب بيكلها مرة بالجمعة إذا الشخص بيشتغل مثل ما قول عنده شغل جسد تعيب هاي دي كتير من فيه دي كتير بتقيت كمان مئة بالمئة فهي اللي هنعملها أول شي هنبلش نسلق الباستا والشي يلا فالبروسس بنمشي ورا بعضهم فإذا أنا عم بعملها بالبيت هكذا نفكي غالقنا جبت الحمص والعدس أكيدة مسلوقين خلصين بس فينا نسلقهم قبل بيوم ما مشكلة حسنا هنأخذ ماء اه دي كأنه عم نسلق باستا عادي مئة بالمئة ليه استخدمت هاي الباستا هاي الباستا اللي بيستعملوها بتكون صغيرة أما الكواع في عندي كيل صغيرة أما الكواع اللي بتيجي ألبوز بيسمونها أما هاي دي سمول تيوبس بيستعملوهم ما فينا نستخدم الطويلة بطولة ما في كيبة حتيها وكيبة سعبة الصحن بس هي أطور من الغرز باليكونوا حد بعضهم نغزوا الحمص كله بديكونوا باية مثل بعضهم هلا هاي الماء للباستا حط معا ملوح أنا كثير بحب الكوشارية بس يعني بخاف اكله كثير لأنه بتعرف أنه بنصح مجحب نقول إذا واجبة مره بالجمعة شي تاني بس هم نبقي إجمالات فيها وصحة هلا هنطبق الغرز بحث أنه الكوشارية كيف حلوء معالي كان عندها مثلا خبز من قبل بنهار وحطت لون حليب فأنه يمكن كان عندها عدس و باستا ورز و هيك فخلطتهم فوق بعيد طلع هيدا الطبق الطيب الشعبة ممكن ما بحش القصة المضبوطة لازم نشوف شقصة الكوشارية بس فعلا هي وجبة بتلاقيها على طول موجودة ومن المحببة خاصة بالستريت فود يعني الأكل اللي بصير انتي ماشي بخان اما بالأسواق بتلاقي في منها كتير ومشهورة كتير بالعالم أوكي ترجمة نانسي قنقر